لا تكف الحياة في تعز عن الظهور رغم كل ما يحدث فيها كأنها تحارب الموت بالحياة وبالإصرار عليها الأطفال يتمسكون بطفولتهم الضائعة لا يتركونها بل يحاولون عيش لحظاتها وإن كانوا مستهدفين كل يوم تقريبا يستشهد ويجرح العشرات منهم في قصف الميليشيا العشوائي أحياء سكانية مليئة بهم وبأهالهم المصادر الطبية تحصر يوميا حصيلة القتلى والجرحى من المدنيين آخرها استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة آخرين حي الدعوة الذي صدت فيه المقاومة هجوما للميليشيا على مواقعها وأحياء ثعبات وكلابة شرقي المدينة والدحي غربي المدينة وأرياف في جبل حباشي والضباب تعرضوا جميعا لقصف مدفعي من الميليشيا ميدانيا تدور اشتباكات بين المقاومة والميليشيا في حي الدحي سقط فيها قتلى وجرحى من الحثين كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على المرتفعات المطلة على الضبايا بقرية المخعف في الأقروض وطن آخر يسكن هذه المدينة وإن بدت أحيانا وبشكل مؤقت فارغة من أهلها إلا أنها تحارب من أجل الحياة في كل مرة يمر الموت من شوارعها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر